واشاد رئيس لجنة الاعتصام السلمي في مديرية المسيلة سالم الزويدي بالتحركات الأخيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في المديرية لمنع انتشار الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع المهري الدعم للمراكز في مديرية المسيلة وصيحوت وتعزيز جهودهم المبدولة التي يبدلوها في المديريات بقيادة مدير أمن صيحوت سعد جمعان بن عويض ونائب مدير أمن سعد محمد سعد هضمان الزويدي ونشكرهم على جهودهم ما يبدلوه في آخر الليل من منتصف الليل على حملات المروجين والمتعاطيين ونطالب من الجهة والسلطة المحلية بالمحافظة أن تعزز من جهودهم وتبدل المزيد من الدعم لهم السخي حتى يتمكنوا من القال قبض على المشتبهين فيه ما هو المتعاطيين ونشكر زيارة العميد صمودة ونتأمل فيه مزيد من الجهود المبدولة التي يبدلها هذا وقال سالبا زويدي ان انتشار الظواهر السلبية والترويجة للممنوعات في المهرة تزامن مع وجود القوات السعودية والأجنبية في المحافظة داعيا جميع القبائل والمكونات والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الحفاظ على مجتمعهم كان ما نعرف قبل أربع خمس سنوات قبل الاحتلال المهرة لا نعرف هذه الظواهر السلبية إلا بعد ما قدمت هذه القوات المحتلة انتشرت كل الظواهر السلبية في المحافظة التي تصل إلى ديننا الأسلامي الحنيف فبالتالي إذا توحدنا planned الاحتلال الذي يحتل محافظتنا فنبشر أبناء محافظة المهرة أنهم قد تخلصوا من كل الظواهر السلبية إذا تخلصوا من الاحتلال نبشرهم كل أبناء المهرة في الداخل وفي الخارج أنها قد تخلصنا من كل الظواهر السلبية اشتركوا في القناة